السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع على قناتي على اليوتيوب إذن كما العادة أشكركم على متابعتكم للقناة وعلى دعمكم لها حصة ليوم مهمة جدا إذن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد إن شاء الله نبدأ الحصة دينا على بركة الله لنخدمها على درس تناسبية حساب السرعة المتوسطة وسلم التصاميم والخرائط جيد إذن التناسبية سرعة المتوسطة سلم التصاميم جيد تبعوا معي الحصة حتى الأخير باش تضبطوا هاد المفاهيم أو هاد الدرس ديال التناسبية فيما يخص السرعة المتوسطة وسلم التصاميم جيد إذن غنبدأ بالسرعة المتوسطة إذن شنائي السرعة المتوسطة نرمز لها بالحرف V وهي خارج قسمة المسافة المقطوعة D D على T T هي المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة أعيد V سرعة V هي خارج قسمة المسافة المقطوعة D على المدة الزمنية المستغرقة T لقطع هذه المسافة ممتاز إذن كنحزوها من خلال هاد الشكل اللي كتلحظوه معايا إذن V تساوي D على T إذن D على T ممتاز بالنسبة للوحدات D بالكيلومتر T الوقت بساعة H إذن هنا V كنحسبوها بالكيلومتر على الساعة لأن D هي المسافة ديستانس بالكيلومتر T طنق الوقت أو المدة الزمنية بساعة جيد الوحدة ديال V كيلومتر في الساعة بالنسبة للD لحساب المسافة أو المسافة المقطوعة ديستانس D إذن من خلال هاد الشكل D تساوي كتلح تني V في T إذن جودا V و T V فو T السرعة المتوسطة في المدة الزمنية لحساب T من خلال هاد الشكل T تساوي D على V إذن T المدة الزمنية تساوي المسافة المقطوعة على السرعة المتوسطة جيد غانديروا تطبيق باش تفهموا أكتر رقزوا معي لا يجازيكم بخير إذن تسيروا سيارة بسرعة ستين كيلومتر في الساعة إذن ستين كيلومتر في الساعة وقطعت مسافة مئة وتمانون كيلومتر المطلوب مني هو حساب المدة الزمنية التي استغرقتها هذه السيارة لقطع المسافة إذن المعطاية اللي عندي إذن دائما فاشغلت تعاملوا مع أي مسألة اللي عندها علاقة بالسرعة المتوسطة رقزوا معي باش تفهموا أكتر إذن V هي المعطا اللي عندي أولا V تساوي ستين كيلومتر على الساعة مزيان دي المسافة تساوي مئة وتمانين كيلومتر إذن كنبحتو كنقلبو على T المدة إذن شمن علاقة غانا نعتمزو ضمن هذة ثلاثة العلاقات إذن غانا نختارو هذة المتوسطة ستين كيلومتر في الساعة كندير وكننختزل هنا بعشرة تمنتاش على ستة تساوي ثلاث ساعات جيد دائما لوحدة دي المسافة بالكيلومتر السرعة بالكيلومتر على الساعة باش تبقى لنا باش نحسبو T المدة الزمنية أو الوقت بالساعة كذلك إذن تساوي ثلاث ساعات هي المدة الزمنية غاندوزو الآن المحور ثاني وهو سلم التصاميم والخرائط بسيط جدا من خلال هاد التمرين غادي تعرفوا طريقة اللي كنت تبعوها باش نجاوبو على هاد النوع دي المسائل اللي عندها على قبل سلم التصاميم والخرائط ممتاز المسافة الفاصلة بين مدينتين على خريطة هي خمس سنتيمتر على خريطة خمس سنتيمتر إذا علمت أن السلم الذي وضعت به هذه الخريطة هو واحد المطلوب وحسب المسافة الحقيقية ممتاز إذن غادي نشوف هاد السلم شنو نقصده بالسلم زائما نسمع سلم التصاميم والخرائط الأخير بمعنى واحد سنتيمتر على الخريطة أو على التصميم تمثل في الواقع أو في الحقيقة ثلاثمائة ألف سنتيمتر واحد سنتيمتر على واحد الخريطة ولا على واحد التصميم كيعطيني في الواقع ولا في العقيقات 300 ألف سنتيمتر أنا بالسنتيمتر أنا بالسنتيمتر البسط بالسنتيمتر أنا بالسنتيمتر جيد إذن كانوا وضفوا القاعدة التلاتية دائما ركزوا معايا كانوا كتبوا واحد سنتيمتر على اليسار شحال هذا واحد سنتيمتر على الخريطة ولا على تصميم كتعطيني أنا على اليمين كان ديروا ساهم نحو اليمين كتعطيني في الواقع أو في العقيقة شكام ثلاثمائة 1000 سنت متر. و هنا ما كاننو كنتوب تقوم conceive her. لمسافة توالية في الحقيقة او في الواقع. اذا فقد سهت في الحقيقة او فالواقع الراحة EcoWattt3 و هنا كانت دروع اصفال واحد تموت طريقة. بنحسب اיות من قاطع مدروب krijgt سößه يدر. مدروب یوم 3.0 متر مقسوم pastors ترجع الana blowing. بعد انجاز العملية خمسة سمتر في ثلثمية الا الف و سنتيمتر قد تعطيني مليون وخمسمائة ألف سنتيمتر. هذه القيمة كبيرة نحولها إلى الكيلومتر. لأن المسافة بين مدينتين نحسبها بالكيلومتر لا نحسبها بالسنتيمتر. أو بالمتر مثلا نحسبها بالكيلومتر. إذن بعد إجراء التحويلات نحصل على 15 كيلومتر. إذن وبالتالي المسافة الحقيقية هي 15 كيلومتر. جيد رقزوا معي بالنسبة لمثال الثاني أو التمريد الطبيقي الثاني. هنا العكس تعطت لي المسافة الحقيقية بين مدينتين اللي هي 9 كيلومتر. سنقلبه ونبحثه أو إيجاد المسافة على الخريطة بالسنتيمتر. علما أن السلم هو وحد على مئة ألف. السلم رأى معطى ضروري. سنجاوب على التمرين. تعطي لي السلم وتعطي لي المسافة الحقيقية غان حسبوه للك المسافة على الخريطة. إذن هنا العكس لهذه التمرين اللي شفنا في الأول. إذن هنا شنو قي يعني هاد السلم؟ بمعنى وحد سنتيمتر على الخريطة أو على التصميم يمثل في الواقع مئة ألف سنتيمتر. وواحد سنتيمتر على الخريطة يمثل في الواقع أو في الحقيقة مئة ألف سنتيمتر. هاد الشراء بسيط وسهل غير ما بغاش يفهم. إذن ندر العلاقة التلاتية دائما القاعدة التلاتية 1 سنتيمتر هنا على اليسار ساهم نحو اليمين 200 ألف سنتيمتر في الحقيقة إذن نبحث عن ماذا؟ على المسافة على الخريطة بالسنتيمتر إذن هنا سندر علامة الاستفاهم هذا القيمة التي تهمنا على الخريطة أسفل 1 سنتيمتر وفي الحقيقة أو في الواقع 9 كم ونحوول نفس الوحدة التي هي بالسنتيمتر إذن هذه القيمة 9 كيلومتر بعد إجراء التحويل للسنتيمتر تسوي 900 ألف سنتيمتر نضعها هنا بعد إجراء الحسابات بمعنى 900 ألف لا نضربها في 100 ألف 900 ألف دائماً نضربها في 1 سنتيمتر إذا لدي قيمة هنا نضربها هنا جيدك شعر أخذت معكم تطبيقها تطبيق اللور تطبيق الثاني إذن 900 ألف سنتيمتر نضربها في 1 سنتيمتر ما قسوم على ألف 100 ألف عفوا سنتيمتر إذن كنختازله هنا كنختازله بالسنتيمتر إذن كنحصله على القيمة ديال 9 سنتيمتر وبالتالي الجواب شنا هو المسافة على الخريطة هي 9 سنتيمتر إذن هنا هذا الدرس خدمت معكم خدمت معكم هذه التمارين الطبيقية أو هذه الأمثلة باش نبصلكم وتفهموا أكتر كيفاش تتعاملوا مع التمارين اللي عندها علاقة بالسرعة المتوسطة وسلم التصاميم إذن كنشكركم على المتابعة ديالكم إلى حصاتنا مقبلة إن شاء الله